دي حاجة مهمة جدا لما يجي يتقال لك هو ايه اللي حصل في مصر يعني تعال اقول لك ايه اللي حصل في مصر على سبيل المثال في القطاع الصحي فانه موازنة في الموازنة بتاعة 22-23 اللي احنا مقبلين عليها شوف المركز الاعلامي المجلس الوزراء اصدر تقرير عمل ازاي 13 صفحة 13 لوحة معلوماتية عرض معلوماتي تعالوا نشوفهم مع بعض كده على الشاشة الزريفة الجميلة وقدام حضرتكم نشوف القطاع الصحي تحديدا 310 مليار جنيه خدش غد بالك من الرقم 310 مليار جنيه اجمالي مخصصات قطاع الصحة بموازنة 20-22-23 اللي هي هتبدأ في 1 يوليو قادم تنتهي فيه 30-6 اللي بعده بص كده اللطيف والرائع اللي عملوا المركز الاعلامي بتاع مجلس الوزراء انه خدهلك من 2014 في وقت تولي فخامة الرئيس الحكم 14-15-37 وصلنا الى السنة اللي بعده 43 يعني طول الوقت فيه زيادة طول الوقت فيه ايه؟ زيادة فيه انفاق الدولة على القطاع الصحي انفاق مين؟ الدولة على فين؟ على الصحي لانه ساعات كتير ناس مع كلم ايه؟ واين الدولة من القطاع الصحي؟ كان حاريا بكم ومن الاجدر ان تنفقوا على القطاع الصحي وانا بصرفش على قطاع الصحي مال ده ايه؟ يعني 37.2 من 10 43.9 من 10 54.1 من 10 60.8 من 10 73.1 من 10 87.1 من 10 107.4 من 10 108.8 من 10 128.1 من 10 مليار جنيه عنا فيه انت زيادة دي ولا مزيحقها ولا مش حقها ابو كمال اهو؟ طيب شوف هنا الرقم ده 27.6 من 10 مليار جنيه تكلفة ايه بقى؟ 1139 مشروع تم وجري تنفيذه لانشاء تطوير ورفع كفاءة مستشفيات من سنة 2014 2000 مستشفى تابعة لمختلف الجهات في الدولة بتقدم الخدمة الطبية والوقائية للمواطنين طب هو نسبة الزيادة بتاعت مخصصات الدواء قد ايه؟ 317 في المية نسبة الزيادة لان احنا في 14-15 كانت 3.5 مليار في 20-22 20-23 بقت 14.6 مليار مليار طيب عدد الافراد المؤمن عليهم احنا كنا 51 مليون زودنا عليهم 2 مليون بقينا 53 مليون فرد مؤمن عليهم طيب طيب وحدات ومراكز الرعاية الأولية زادت؟ ولا نقصت؟ ولا فضلت زي ما هي؟ الحقيقة ما نقصتش الحقيقة انه مفضلتش زي ما هي بل الأفضل حصلت زيادة فيها بمعدل 17-17% كنا كم وحدة؟ كنا 4-600-7 وحدة ومركز بقوا 5-421 وحدة ومركز فيه واحد يجي يقول لي يعني ايه يعني يعني ايه زي النالة دي يعني يعني 800-1 السؤال انت عارف الوحدة تكلفتها كام ولا؟ ولا احنا بنقول كلامه خلاص؟ بجد والله يعني لما ديجي تقول لي ايه يعني 800-1 انت عارف الوحدة تكلفتها كام؟ ولا بنقول أي كلام؟ يعني للأسف كتير مننا جدا نبقى عدين على المصاطب كده عارف الكنبة بطاعة النورج قاعدين على كنبة النوارج ايه 800 يعني الدولة زودت 800 تعارف التكلفة كام؟ ده تكلفة الانشاء مش التشغيل ان انا عشان انشئها واجهزها وافرشها ده رقم وان انا اشغلها اجور وفواتير ده رقم تاني خالص تعال نشوف نسبة الزيادة في مراكز الغسيل الكلوي عند دولة ما كانتش بصة على المواطن اصلا فتفشة او تفشت امراض الكلة تفشت وانتشرت زي ما تفشة فيروسي اللي قضينا عليه بحمد ربنا سبحانه وتعالى لكن نسبة الزيادة ما احنا كنا عاملين مركز صحيح بتاع الكلة اللي في المنصورة كنا عاملينه رفاهية يعني دكتور محمد غنيم لما قدر انه يجيب قرار لانشاء هذا المركز بالمناسبة كان عامل سادات يعني مش عامل مبارك اصلا كان عامل رفاهية لا هذا الطبيب العظيم والعالم المهم لانه اصبح فيه ضرورة قصوى ان احنا نعمل مركز بالشكل ده شوف هنا عدد مركز الغسيل الكلوي كانت تلتمية تنين واربعين بقت سبعمية تلاتة وخمسين بزيادة مية وعشرين واثنين من عشرة اللي بعده انا دين لازم الناس تبقى عارفة ايه اللي بيجرى حقيقي يعني تعالى نشوف العلاج العلاج على نفقة الدولة بالداخل العلاج في الداخل وهنا موزع طبقا للتخصصات الطبية المختلفة سنة واحد وعشرين هتشوف التخصصات بطنة اورام مسالك بولية عصبية عظام عيون نساء جراحة امراض الدم انف واظن وحنجرة زائد جلدية عايز تعرف ارقام تعالى نسبة الزيادة النسبة بقى 226.5% زيادة في نفقات الدولة لاجل ان تعالج المواطن المصري على نفقتها مش هنا بقى الخاصة اقولك على نفقاتها العامة طب هي كانت كام 2014 3 و 4 من 10 مليار يعني 3 مليار و 400 مليون بقينا 11 مليار و 100 مليون اه اعداد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة عشان يجي يقولك ايه اصل الارقام زادت لانه التكلفة زادت ده العدد عدد الناس اللي بتتلقى العلاج نفسه زاد كان 1 و 7 من 10 مليون فرد اصبحوا 2 و 9 من 10 مليون فرد وادي تكاليف العلاج قدام حضرتك عيانا بيانا اعداد المرضى اهم بص مرضى البطنة قد ايه رقم مخيف مخيف بص مرضى الاورام قد ايه رقم مخيف جدا انت واخد بالك البطنة مليون 814 الف مريض بص الاورام ربعمية واحد الف مريض بص الارقام 3 و 9 من 10 2 و 2 من 10 كل ده بالمليار وبعدين تنزل بقى على 886 مليون 826 مليون 842 مليون 106 مليون 346 مليون وهكذا فلما يجي حد يقول لك هو يا ترى يا هل ترى الدولة عملت ايه في القطاع الصحي يا ترى يا هل ترى مصر عملت ايه في القطاع الصحي يا ترى يا هل ترى رئيس السيسي عمل ايه يعني في الصحة في مصر عمل ايه انا قلتلكم قبل كده هو لو على فيروس سيبس ده تعظيم سلام يا فندم ده ولا كان في الخيال ان في حد هيجي في يوم من الايام يقول لنا احنا هنقضي على فيروس سي في مصر يقول بس كانت بقى مية مية مجرد النية والله العظيم تخيل النية اصبحت واقع حقيقة فقضينا على المرض ده مش بس كده ده احنا بدأنا نشتغل على نحنا نساعد اهلينا في دول افريقيا اللي بعده صحي كده العلاج على نفقة الدولة بالدخل ده توابع لسه يا سلام مين المواطن اللي حق الحصول على الخدمة المواطن مصري الجنسي المواطن اللي ما عندوش تأمين صحي المواطن الغير قادر على تكليف العلاج يعني ممكن يبقى ما عندكش تأمين صحي وقدر على التكلفة طب ولو مش قادر على التكلفة انت تخضع للعلاج على نفقة الدولة طالما انك مصري الجنسي عندك 27 مجلس طبي فرعي في المحافظات 674 جهة تستخدم موقع الشبكة القومية اللي علاجها نفقة الدولة عبر الانترنت ترسل الطلب وبإذن الله هتاخد الموافقة خلي بالك الرئيس في هذا الموضوع تحديدا عنده توجيه واضح واضح اقضولي على قوائم الانتظار انا مش عايز قوائم الانتظار في المرض ففي شغل من العملين بنبني في وحدات ونبني المستشفيات ونبني مركز الغسيل كولوي وهكذا ليه؟ عشان مش عايز قوائم الانتظار 1693 منشاقة طبية موزعة على محافظات الجمهورية يا عم يوسف كفاية بقى كده انتو عملين طول الوقت تقولوا يا عم انا بقول لك ارقام وانا بجيب لك حاجة من خيالي ده الواقع طيب استخراج القرارة بتاعتلالها جلافقة الدولة المواطن يروح لأقرب مستشفى حكومي في المحافظة اللي هو تابع لها أقرب مستشفى حكومي في محافظته مش مضطر يجي القاهرة ولا ينزل اسكندرية ولا ينزل الغربية طنطة على سبيل المساء يتم عرض المواطن على الطبيب المختص واللاجنة السلسية يتم توقيع الكشف وإصدار التقرير بعد كده يتم إرسال أوراق المريض لمكتب قرارات نفقة الدولة داخل المستشفى بيتم تسجيل بيانات المريض من خلال النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة ثم يتم عرض الطلب على اللجانة الطبية المتخصصة إلكترونيا عشان يتم اتخاذ القرار بعدها يتم اختار المريض أو طالب الطالب ده عبر الرسائل النصية هتجي لك الرسالة على التليفون وتقول لك حضرتك هتروح على المستشفى الفلاني لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة هل معناها أن الدنيا وردي؟ لأ الدنيا مش وردي على حاجة أها بسة عندي سؤال هو أنت متخيل الدولة بتجيب الفلوس دي إزاي؟ لأنها بتحقق نمو فالنمو ده بدل ما بيخش على جيوب بعضهم ما هم بقاش في متر أرض بيباع بـ 75 قرش ما بقاش الكلام ده كان زمان وجبر والحمد لله إنه جبر وخلصنا خلصنا بقى من السرقة والنهب والسلب والاستلاء خلصنا عهد انتهى ولا رجعة له على الإطلاق خالص النمو أصبح بينعكس على المواطن فتلاقي الخدمات الصحية بالطريقة دي طيب فيحصل حاجة اسمها إيه؟ منظومة التأمين الصحي الشامل مصر لو بتحققش نموه مش الطرف تعمل كده فعشان كده مصر طول الوقت مهمومة جدا بتحقيق معدلات نموه كبيرة طول الوقت مهمومة أكتر بأن النموه وينعكس على المواطن فتحصل تنمية وتحصل خدمات وتحصل رعاية طبية وما إلى ذلك هيتم تطبيق المنظومة من خلال ست مراحل المرحلة الأولى ست محافظات بدأنا ببورسعيد ذهابا إلى الإسماعيلية ثم السويس أسوان لقصر جنوب سينة في يوليو 19 تم تدشين المنظومة في بورسعيد في 21 تم تدشين المنظومة فين؟ إسماعيلية لقصر جنوب سينة شوف برضو الطريقة بتاعت التوزيع كل حاجة وليها هدف نهاية 22 اللي احنا فيها هنبقى خلصنا إن شاء الله سبحانه وتعالى انتهينا من المنظومة في أسوان والسويس طب تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة كام؟ ادي رقم عايز توص هذا شيشة كان 51 مليار واثنين من عشر عندي 52 مستشفى يا خبره بيض 311 وحدة مركز طب أسرة بتضمها المرحلة الأولى طب المرحلة التانية عام يوسف فيها إيه؟ فيها أربع محافظات مطروح والبحر الأحمر وإنة وشمال سينة المرحلة التانية اسكندرية والبحيرة وضميات وسهاج وكفر الشيخ مرحلة الرابعة بني سويف وقصيوت والمينيا والوادي الجديد والفيوم الخامسة ده أهلية وشرقية وغربية ومنوفية السادسة القاهرة الجيزة الأليوبية زمان لو الكلام ده على أديوه كنا عملناها في القاهرة ومش قوي وحاجة ربع ربع ما فيش نص ونص ودمتم قاهرة المراضي في المرحلة السادسة ولا أولى ولا تانية ولا تالتة ولا ربع ولا خمسة السابعة والأخيرة استبدال بقى أوسف مرحلة السادسة كده خلصت تعالي بقى نقولك تنتهي للمنظومة بتاعت التأمين الصحي الشامل ويتم استبدال خدمة العلاج على نفقة الدولة فتشبه تصبح بقى جوه الرعاية الصحية الشاملة لجميع الموطنين تأمين صحي شامل فيش حاجة اسمها بقى بعد كده ولا بقدم الطلب ولا علاج عن نفقة الدولة ولا المجالسة المتخصصة ولا أي حاجة حضرتك متأمن عليك فتنم تطمن على نفسك وعلى أبوك وعلى أمك وعلى أمراتك وعلى عيالك وعلى إخواتك وعلى عيال إخواتك وعلى الجران وجران الجران وهكذا طيب إيه الهدف بتاع المنظومة دي إن أنا أبقى أمنت على مصر أفكرك تاني أوباما كير أمريكا 300 مليون مواطن حلم أوباما التأمين على 50 مليون من التلتمية ده حلم أوباما وبرنامج الانتخابي الحلم والبرنامج الانتخابي بتعبارك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 50 مليون مواطن في أوباما كير جي ترامب لغا لهم ده موضوع تاني إنت لا لا إنت أمريكا ولا اقتصاد أمريكا ولا قدرات أمريكا بس إنت بتشتغل على إنك تأمن على كل المواطنين إصلاح نظوم الرعاية الصحية بالكامل مش قطاع التأمين الصحي بس ده هدف تقديم خدمة رعاية صحية للكل بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع هشرحها لك بعد لحظة تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض تعديل هيكل إنفاق الأسر اللي بيتوجه منه أكتر من 60% عشان نصرف على الصحة دلوقتي لا حضرتك المحافظات المشمولة في التأمين الصحي الشامل أدخن عملية لقدر الله لقدر الله فلان الفلاني حصل حاجة هيدطر يعمل أدخن عملية فيكي هيدفع 300 جنيه طيب وهو ده بقى زيب وده بقى النظام التكافلي يعني أنا لو روحت علشان مثلاً هنفترض أن أنا راجل موظف في شركة محترمة مش هنفترض دا الواقع أنا موظف في شركة محترمة حاليا حلو جداً اسمها الشركة المتحدة طيب طيب أنا عندي مرتب جميل طيب أجي أخش جوه منظومة التأمين الصحي أنا هدفع اشتراك صح بس الاشتراك اللي أنا هدفعه مش هيدفعه زميل التاني اللي في نفس الشركة بس مرتبه أقل مني هو يدفع اشتراك أقل ومش هيدفعه صديقي التاني اللي في شركة أخرى قد يكون مرتبه أقل كتير ومش هيدفعه صديقي التالت اللي بيشتغل في الهيئة الفلانية في الوزارة العلانية يبقى أقل 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 عملياً هنا ايه اللي حاصل اللي بيدفع أكتر يساعد اللي بيدفع أقل هل هذا تفضل لا هو دا طبيعة المجتمعات المتحضرة والرقية النظم التكافلية طيب تعال ننتقل للي بعده برافو نيدو لأ نديم سريع معايا اللي بعده ايه نديم إن حسدتك ولا ايه فين الأيوة هي دي طيب العلاج المكثف لفيروس كورونا فاكرين كورونا وحالة الرعب الأزل اللي حصلت في العالم وفاكرين لما الناس بدأت تطلع برضو على التيك توك زال واد التفهي بتاع الصبح اللي قالك أنه أنا رايح أكتوبر خدت الأوسطي وبعدين طريق الضبع وبعدين جمري تحيا مصر فيه ناس قلت لك يا جماعة أين اللقاحات مصر غير قادر على توفير اللقاحات خلاص قلونا بقى السيسي هيعمل ايه فين اللقاحات السيسي جاب اللقاحات ما أحفظ اللقب واللي احترام طبعا بل ومن قلبي والمحبة أوي أوي يعني بس مش دا الموضوع فجاب اللقاحات بقينا هنا وزملائي وأصدقائي في الصحف قاعدين عملين رئنا نشف نبس إيديكو اتطعامو اتو مش قلتو أين اللقاحات عارف أحمد لوكسور الله يرحمه في فيلم النصر صلاح الدين الماء أين الماء قال له شاربت الماء وحدك والآن تشعر بالعطش وحدك فالناس قلت لك اللقاح أين جبنا اللقاح ما قال لأ انت مش قلتنا عايز اللقاح جبنا اللقاحات دا احنا جبنا اللقاحات وبزيادة وصنعنا اللقاحات وعملنا أبحاثنا عشان يبقى في عندنا اللقاح بتاعنا بقى بعقولنا بقى دمغيتنا احنا كمان دا بحث علمي 14 مركز لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية والمحطات دات الكسافات العالية في متر الأنفاء و 97 نقطة لتسجيل المواطنين للتيسير عليهم توفير 150 مليون جرعة من اللقاحات المتنوعة 35 مليون شخص تم تحصنهم بالكامل 3 و 4 مليون جرعة تنشطية تم تقدمها بالمناسبة الحاجة موجودة الناس اللي ما بتروحش وده جد مش ظهر 63 مليون جرعة رصيد متبقي عمدي رصيد لقاحات يا أمرة يا أولاد الأمرة يا بتوع أين اللقاحات بقى الناس الله ينور عليك يا ناديم والله يفكرني بقى ايه يا راجل دا بقى في حاملة طرق الأبواب بيتخبط لك على الباب علشان تاخد اللقاح السيسي عمل ايه المصر طب انا اقول ايه قل لي واحد صاحبي زميل قديم جدا يعني صاحبي أول ما اشتغلت هذه الشغلة نعم مش هقول اسم أنا حبه لأنا عارف ان هو طيب يا عوسف فش يعني أنا مش فهم ايه ماشي كويس بس مش للدرجات دي قلت له لأ فلان للدرجات دي احنا بس سنسينا لما كان عيل من عيالنا بيسخن ونمشي نلف مش عارفين نعمل ايه لما كان التطبيع التطبيع عوزوا بالله التطبيع الإجباري التطعيم الإجباري زمان بتاع العيال كنا ساعات نروح المكتب بتاع الصحة يتقالك فوت علي بكرة تضطر تشتري بالغلة والكوة من العيادة بتاعت الدكتور الخاص اللقاح نزلك ببلاش عندك رصيد عندك فاق 63 مليون جرعة مؤمن يا راجل يا طيب ده لو ما عملش حاجة مع انه عمل كتير اللي عمله في القطاع الصحي ده يخلني لما نشوفه في التلفزيون نبوس رأسه أقولك إيه طيب ولا حابب بقى نتكلم على المعاشات أنا هكلمك عن حاجات اللي تهم فكريم قالك سيسي بيلغي الدعم وسيسي هيلغي بطاقات التموين اللي هي زادت الدعم اللي هو زي الفل العيش القمح زاد العيش متهزش مليم القمح زاد الطاقة زادت يبقى التكلفة بتاعت الدولة زادت اللي بتتحملها عشان توفرلك رغيف العيش أبو خمس قروش زادت كان الرغيف ده كان بيتكلف 65 قرش بالميت كده صباح الفل دلوقتي بالميت تكلفته 75 ثمانية زاد مليم معاك يا سيدي المواطن مزادش مزادش إيه اللي حصل ده مش بس كده والعيش السياحي جت رقبت اللي قرب له طب و تكافل وكرامة زادت الناء عدد الأسر أنا لو قعدت حكيت لك التلتاشر صفحة الحلقة هتخلص بس حقيقي مركز الإعلامي المجلس الوزر فعلا عمل شغل حلو وعمل الشغل الحلو ده ليه مش بس عشان هما شطار هما فعلا شطار جدا أخص بالذكر دكتور نعاين بصراحة لكن علشان دي حقائق وأرقام لو ما كانتش الحقائق والأرقام دي موجودة ما كانش الأفاضل في هذا المركز عارفوا يعملون الدراسة دي ولا هذا العرض المعلوماتي المفضل هذا العرض المعلوماتي المفضل بالمناسبة هتلاقيه على موقع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قعد اقرأ وتفرج وخليك فخور بنفسك وببلدك وبريسك